اشتركوا في القناة على حياتك كليا وشانك خبرتك بأنه بالدرجة الاولى انفتحت السماء لشاب اسمه يعقوب هربان من خيه اللي بدو يقتله اللي اسمه عيسو عم بيدور على خاله ما بيعرف إذا بيشيش انهاره بيقتله خيه إلى آخري عيش بيأس عيش بإحباط عيش بكئيبة وهناك في وسط هذه الظروف السيئة وبوسط هذه التحديات الصعبة بقول الكتاب المقدس رأى السماء مفتوحة سماء مفتوحة وصوت الرابع عم يحكي معه ليعقوب نبدأ سألك سؤالي أحبة لما بتكون بهيك الظروف لما وين بتروح؟ عند مين بتلتجي؟ شو بتعمل؟ وهذا الحسقيال بالوقت اللي مفروض انه يستلم فيه الرسامة طبعه والكهنوت طبعه يبلش بالمكان اللي هيكل صار مدمر وما فيه أي خدمة أصلاً يعمله بقول الكتاب المقدس نهار اللي صار عمري 30 سنة ومفروض انه يبلش اخدم ككهن رأيت السماء مفتوحة رأيت السماء مفتوحة اللي كي يقول لي الرابع لن تكون كهن فيما بعد بل سوف تكون نبي هاللويا السماء تفتح لكي تغير دعوتك انت تفتح السماء نهار اللي بتكون بمحضره ومشان هيك يا أحبة اذا احنا وأنا وأنت كنا شديين اليوم انه يا رب نريد ان نرى سماء مفتوحة فوق كنيستنا سماء مفتوحة فوق حياتنا ينبغي انه نكون بمحضره ينبغي انه يا رب قد أفلسنا ما بقى عنا ولا شي كباينا كل شي عند شريك اليوم واني لك يا رب نريد ان نرى سماء مفتوحة عندي خبر لقالكم يا أحبة استن فتح السموات انتوا هون موجودين هون استن فتح السموات والروح القدس يأتي على حياتك ويملأك بالقوة حضر حالك للمعركة مش مئيس مئيس انك اطعت بظروف صعبة اطعت بالتحديات تعرف امتا بيبين نوعية الإيمان اللي بحياتك النهار اللي بتصير بالبرية لحالك وما في حدا هنيك غير انت ويسوع وابليس وقالتلك سمعني يا أحبة للأشخاص يتعين بالتجارة بيعراف بان السماء سمعني 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 كثير مني بان السماء ما بتنفتح بوقت التجارة بتنفتح أبل نعم بالظروف الصعبة بيبين إنتا بتسب الله بالظروف الصعبة إنتا بتذكر المسيح بالظروف الصعبة بيبين إذا انت بعدك بتحبوا إيه ولا لا بالظروف الصعبة النهار اللي تعرفش يعني ظروف الصعبة النهار اللي ما بتعود بتشعر شي النهار اللي ما بعود في حداً حدك النهار اللي كل شي حد منك بانته وخاصةً البواب اللي انت كنت مكمش فيها والناس والواسطة والمصاري كل شي بيزول بهديك الوقت بيبين إذا بعدك عم ترفع إيديك وتقول له سيدي إني أزكي طريقي أمامك إني أباركك كل حين تسبيحك دائماً في فمي مبارك هو الآب الساكن في السماوات مبارك هو الرب يسوى مبارك هو الروح القدس هاللويا إني أحيا لك كل أيام حياتي يا قدوس وأحبك وأسبحك وأعبدك هاللويا